موسيقى السابعة من الميادين والبداية مع العنو ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة التحالف السعودي الجديدة في اليمن الى 25 شهيدا بينهم اطفال ونساء رئيس الحكومة التونسية لياسل فخفاخ يقدم استقالته خمس سنوات على الاتفاق النووي تهران تؤكد انها لن تردخ للغطرسة الامريكية وتحذر من عدم انهاء الحضر على تصدير الاسلحة مصادر لبنانية حكومية للميادين الحكومة تبلغت من دول عديدة مشاركة في اليونفل عدمانيتها خفض عديد قواتها اردوغان يحذر ارمينيا من ان تركيا لن تتردد في التصدي للهجوم على اذربيجان في خضم الموجة الثانية لكورونا مسنة ارجنتينية تتجاوز مئة عام تتغلب على الفيروس مساء الخير ارتفعت الى 25 شهيدا بينهم اطفال ونساء حصيلة ضحايا المجزرة الجديدة التي ارتكبها التحالف السعودي في اليمن واستهدفت غارات لطائرات التحالف السعودي ثلاثة منازل تعود لمدنيين في منطقة المساعفة بمدرية الحزم في محافظة الجوف شرق اليمن وزارة الصحة في حكومة صنعاء دعت المجتمع الدولي الى التحرك الجاد لازاحة الادارة الحالية للامم المتحدة وتحميلها المسئولية الجنائية والقانونية للمجازر ولفتت الى انهم منذ شطب الامم المتحدة السعودية وتحالفها من قائمة قتلة الاطفال رفعت تحالف وطيرة استهداف الاطفال والنساء من جهتها طالبت وزارة حقوق الانسان بارسال لجنة تحقيق دولية للاطلاع المباشر على جرائم النظامين السعودي والاماراتي ومن يساندهما وجددت دعوتها المجتمع الدولي والمنظمات الاممية واحرار العالم الى انقاذ المدنيين وايقاف الاجرام الذي تمارسه دول التحالف والان ينضم الينا من صنعاء الناطق باسم وزارة الصحة سيد يوسف الحاضر مساء الخير استاذ يوسف او عفوا يوسف الحاضري استاذ يوسف نود منك الاطلاع على اخر المعطيات فيما يتعلق بحصيل الضحايا هذه المجزرة والوضع الصحي للجرحة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام عليكم بعد اجل من 48 ساعة على مجزرة مشابهة ارتكبها تعالف العجوان السعودي الامريكي على منطقة وشحة في محافظة حجة تهدفوا اطفال ونساء ارتكب اليوم مجزرة مشابهة في محافظة الجو في مدينية الحز ايضا كان الشهداء والضحايا جلهم اطفال ونساء في استهدف عرس كان يحتفلون في ذلك المنزل ادى الى حتى هذه اللحظة ارجام غير نهائية 25 شهيدا اطفال معظمهم ونساء وايضا فكته جرحة جراحهم صعبة جدا احد الاطفال عمره اسبوع توفيه في الطريق خلال اسعاته الى مستشفى الثورة في العاصمة الصنعاء يتواجدون حاليا بعضهم في مستشفى الثورة في العاصمة الصنعاء وبعضهم في مستشفى الحزم في عاصمة محافظة الجو جريمة اخرى تضاف الى الجرائم الاخرى التي اتكذها العجوان خلال هذه الفترة خاصة منذ ان قام غوتريتش امين العام للامم المتحدة باخراج وبشطب السعودية وتحالفها من الجائمة العرب لقتل هذه الاطفال ارتكبت اكثر من سبع مجازر في تلك الفترة يعني من يوليو ويوليو ارتكبت اكثر من سبع مجازر بحق الطفولة والنساء في اليمن سقطوا على اثرها اكثر من 32 طفلا تخيلوا خلال هذه المدة 32 طفلا ما بين شهيد وجريح وربما ترتفع الحقيلة بالمجرد التعرف على الاشلاء لان هناك اشلاء لن يتم التنظف عليها في المجزرة اليوم حتى هذه الوحظة الجراح الجرحة الستة متراجدة من المستشفى الثورة كما تكلمنا ومستشفى الحزم في الجوف جراحهم صعبة جدا ربما خلال الساعات الجادمة قد ربما ايضا ينضموا الى قائمة الشهداء طيب استاذ يوسف باسمي كناطق لوزارة الا صحة هل يتم التواصل مع المنظمات الاممية الانسانية التي وكأنها في مكان ما رفعت الغطاء وشرعت اقامة وتحقيق يمكن هذه الاهداف بالنسبة للتحالف السعودي عند فشله ميدانيا يقوم بارتكاب المشازر وأعطته هذا الغطاء بطبيعة الحال نحن على تواصل باستمرار وبلحظة بلحظة خاصة مع مجموعة الشهر الانسانية في اليمن مع المنظمات الأممية سواء اليونسي فالخاصة بالطفولة والأمومة للصحر العالمية وبجية المنظمات الحقوقية في هذا الجانب وعلى اتطلاع هم أولا بأول وخطوة بخطوة بما يحدث في المجازر في اليمن ولكن للأسف الشديد الأول المتحدة تقود العدوان على اليمن في هذه الفترة بعد أن يأث العدوان بجيزة السعودية وأمريكا سواء العدوان أو الحصار نعرف أن إيقاف المشتركات النفطية عن اليمن منذ أكثر من شهرين حتى هذه اللحظة وبتطال أممي والآن في المجازر التي تقام حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة وكأن الأمين العامي الأول المتحدة أعطى الضوء الأخبر بإخراجه التحالف من القائمة العام لكثلة الأطفال لهذا التحالف لأن يرفع وطيرة كثله للأطفال وللنساء في اليمن والتهزاف المواصلين لذلك هذا ما دفع أستاذ يوسف الحاضري الصحة اليمنية لإزاحة الأمم المتحدة وتحميلها مسؤولية الجزائر اتضحت الصورة أشكرك جزيلا شكرا للأسف انتهى الوقت سيد يوسف الحاضري أما تقبسم وزارة الصحة كنت معنا من صرع أكدت مصادر الميادين في تونس أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قدم استقالته وذلك عقب طلب منه من قبل الرئيس التونسي قيسي سعيد في اجتماع حضره رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين لطبوبي في قصر قرطاج وكانت مراسلة الميادين قد أفادت بأن كتلتي النهضة وقلب تونس وكتلا أخرى تمكنت من جمع 105 توقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قالت قوات حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج أن أمدادات عسكرية وصلت من مصر إلى مدينة تبرق شمال شرق ليبيا جاء ذلك بعيد إعلان لواء أحمد المسماري المتحدث باسم قواته خليفة حفتر أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبيرة في محيط مدينة سرط والجفرة المسماري رأى أن المعركة المقبلة ستشهد تدخلا لأطراف عربية وأجنبية لأن مخططة تركيا يهدد الأمن والسلم في المنطقة على حد قوله أين تكمن الأهمية الاستراتيجية لمنطقتين سرط والجفرة الإجابة مع الزميلة بسانط الراف أهلا بكم تحركات واستعدادات تجري عند جبعتي سرط والجفرة لحماية الأراضي الليبية من الطيران المساير التركي الداعم لقوات حكومة الوفاق وصد أي هجوم محتمل للميليشيات والمرتزق الموالين لأنقرة كما وصفها المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة حفتر اللواء أحمد المسماري الذي أوضح أن المعركة المقبلة لن تكون ليبية فقط وإنما ستدخل فيها أطراف عربية وأجنبية قوات خليفة حفتر نشرت منظومات S-300 المتطورة للدفاع تعمل على رصد الأهداف وملاحقتها وتشويش على التحركات العدائية لأنقرة ضد مواقعه في المنطقتين كما اتخذ خطوات استباقية بتأمين المنطقة الشرقية الحدودية مع مصر ووضع سلاح الجو في حالة استنفار مصادر ليبيا تقول أن قوات حفتر كانت قد حشدت نحو ستة آلاف مقاتل من أبناء القبائل في المقابل تتحدث المصادر أن قوات حكومة الوفاق المدعومة تركيا نقلت عشرة آلاف مسلح وأسلحة إلى الغرب الليبي وصولا إلى ودي جارف في الجنوب الغربي للحدود الإدارية لسرط وقد سيرت تركيا الشهر الماضي خمسا وسبعين رحلة جوية بين قواعد عسكرية تركية وبين مطار مصراتا لنقل منظومات التشويش كل ذلك يأتي في ظل الموقف المصري الذي اعتبر سيرت والجفرة خطوطا حمرا يمنع التقدم إليها وأن أي هجوم سيؤثر على الأمن القومي المصري وهنا نسأل أين تكمن أهميتها أو أهميتهما لستراتيجية تبعد مدينة سيرت نحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية وتتوسط المسافة بين طرابلس وبنغازي على الساحل الليبي السيطرة عليها تجعل الطريق مفتوحا للسيطرة على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقية ليبيا التي تضم أكبر مخزون للنفط جنوب يسيرت تقع قاعدة الجفرة الجوية المهمة التي تعد من أكبر القواعد العسكرية تبعد نحو أربع مئة كيلومتر جنوب شرق مصراتا وقد شكلت غرفة رئيسية لعمليات بين مناطق شرقية ليبيا ولسيما مع بنغازي السيطرة على قاعدة الجفرة تعني السيطرة على نصف ليبيا تقريبا ونعود إلى الملف التونسي وتنضم إلينا من العاصمة التونسية مراسلة الميادين سميحة البغانمي مساء الخير سميحة مصادر الميادين تقول بأن الياس الفخفاخ رئيس الحكومة قدم استقالته ما الذي جرى بالاجتماع الذي جمع رئيس قيس سعيد وكذلك رئيس الحكومة وراشد الغنوشي مساء الخير وفاة بالفعل بحسب مصادرنا رئيس الحكومة قدم استقالته قبل قليل بحسب التكريبات التي وصلتنا اجتماعا جمعا طباحا اليوم رئيس الحكومة برئيس الجمهورية وكذلك برئيس الاتحاد التونسي للشغل المردين الكابيبي ورئيس حركة النهضة رئيس برلمان راشد الغنوشي وجاء في هذا الاجتماع طلب من رئيس الفقس بالاستقالة ويبدو انه استجاب هذا الاخير لهذا الطلب وبهذا وسيعتبر طلب صحب الثقة وداخل برلمان لا قيمة له باعتبار ان تصويت على هذه اللائحة يكون بعد خمسة عشر يوما اما الاستقالة ستكون ساعلة في وقتها وبالتالي يعتبر رئيس الحكومة مستقيل بهذا الاجراء ويتم الغاء لائحة صحب الثقة لانه لم تعد لها معنى وبهذه الاستقالة تعود المبادرة الى رئيس الجمهورية الذي مطالب في غرف عشرة ايام بعد تقديم الاستقالة بشكل رسمي بتعين شخصية جديدة لتولي رئاسة الحكومة نعم على هذا ماذا يعني بالمعاني السياسية نتحدث على المشهد السياسي بالتداعيات نحن مقبلون على تفويت جديد مشاورات جديدة في هذا التوقيت خصوصا في ظل رفع عدد من الكتل اللانيابية والبرلمانية توقيع وحملة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب رشد الغنوش ساميحة صحيح وفاة باستقالة رئيس الحكومة تعتبر كامل الحكومة مستقيلة وستعود تونس الى المربع الاول مربع المشاورات لتشكيل حكومة جديدة برئاسة تقصية يختارها رئيس الجمهورية بعد نيلة ثقة من قبل مجلس نواب الشعب وبالتالي يبدو ان المشهد السياسي يتكرر في تونس هي نفسها الاحزاب بتوجهات مختلفة وبسياسة نفسها وبالتالي ربما هذه التطورات ستخلق نوعا من الهدنة السياسية ولكن المشهد قد يتفجر بين الثانية وبين لحظة اخرى باعتبار انه يتم اعتماد نفس القانون الانتخابي ونفس النظام السياسي وبنفس الاحزاب وبهذا يكون نكون امام تكرار المشهد السياسي لذلك العديد من المحللين ذهبوا في اتجاه المطالبة بتعديل القانون الانتخابي ونظام السياسي وهو ما دعا له ايضا من رئيس الجمهورية في اكثر من مناسبة اليوم تونس في وضع لا احد يستطيع الحكم او تسير البلاد وربما هذا المشهد يؤكد ان القانون الانتخابي الحالي لا يتماشى مع طبيعة المرحلة تونس اليوم هي رهينة لهذا النظام الانتخابي ولهذه الاحزاب واي حل التهدئة يكون مجرد ترقيع وبالتالي الاستمرار على نفس المنوان منذ الثورة كانت تونس تعيش من ازمة الى ازمة ولا بد من مراجعات دقيقة وجوهرية وحتى حركة نهضة هي مطالبة اليوم بمراجعة نفسها والفصل ان كانت حركة دينية او سياسية وهل هي قابلة بالمشهد الراهن بكل معطياته وبالدستور مدني ودولة مدنية يجب ان يكون هناك حد ادنى من المضوح المطلوب بحسب عديد المحاملين بعيدا عن المناورات والحد الاقصى بالقبول بالعقلية التونسية والمجتمع التونسي وهذه الامور لا يمكن تجاهلها او اسقاطها من حسابات الحزاب السياسية بطبيعة الحال سميحة نحن سنكون بمواكبة لهذا المشهد التونسي المعقد على كل النواحي كما ذكرت السياسية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية خصوصا مع تقديم لياس الفخفاخ استقالته عند الساعة الحادية تعشرة بتوقيد القدس الشريف على كل الاحوال اشكرك جزيلا الشكر على كل هذه المعطيات والمعلومات الزميلة سميحة البغان من مرسلة الميدين كنت معنا من تونس اكدت تهران انها لن تخضع للغطرسة الامريكية ابدا وفي كلمة لمناسبة مرور خمس سنوات على توقيع الاتفاق النووي قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان امام ايران اختبارا في الاسبع المقبلة وهو انهاء حضر التسلح عليها تقرير احمد البحراني بعيد اغتيال الفريق سليماني اعلنت ايران تجميد كافة تعهداتها العملية في اطار الاتفاق النووي من دون ان تعلن الخروج منه رسمي وفي الذكرى السنوية الخامسة على الاتفاق وبعد فشل الاطراف الاوروبية بتنفيذ تعهداتها الاقتصادية بات الحديث عن المكتسبات العسكرية للاتفاق سيد الموقف في الاسابيع المقبلة سينتهي حضر التسلح المفروض على ايران وهو اختبار لنا نحن نتابع هذه القضية بدقة ونؤكد اننا لم ولن نستسلم ابدا للغطرصة وضغوط القوى العظمى ولا سيما امريكا وبالرغم من اجماع ايران على ان الطريقة عصيب جدا امام واشنطن لتمرير مشروعها القاضي بتمديد حضر التسلح على طهران من بوابة مجلس الامن في ظل معارضة دولية لافتة هناك من لا يستبعد حصول ذلك بناء على تجربة الاتفاق النووي الاوروبيون خسروا استقلالهم السياسي لصالح الولايات المتحدة وبالتالي كل شيء وارد لكن من دون شك فان النظام الايراني سيتخل الخطوات اللازمة مع كل خطوة امريكية واوروبية وبرأي شخصيات سياسية ايرانية بارزة فان الجمهورية الاسلامية لن تلتزم باي اجراء امريكي احادي بشأن حظر التسليح عليها حتى لو حظي بدعم من الاتحاد الاوروبي في نهاية المطاف مدام ينتهك قرار مجلس الامن الدولي لا تخفي ايران فشل الاتفاق النووي في تحقيق معظم بنده ولا تخفي ايضا انها سترد وبقوة على محاولات افشال ما تبقى منه المؤكد ان اكتوبر تشرين الاول موعد انتهاء الحظر التسليحي عليها ونوفمبر تشرين الثاني موعد الانتخابات الرئاسية الامريكية سيحددان ملامح مستقبل الصراع الايراني الامريكي احمد البحراني طهران الميدين هذا واكد المدير العام لمركز ادارة الازمات في محافظة بوشهر الايرانية ان رياح قوية تسببت باندلاع حريق في معمل صناعة القوارب في بوشهر حيث اشتعلت المواد المستخدمة في صناعة القوارب وافق المسؤول الايراني فان النار اتت على سبعة قوارب ولم تتسبب بخسائر بشرية وكانت وسائل اعلام غربية تحدثت عن اندلاع حريق في الميناء ادى الى احتراق ثلاث سفر رأى قائد قوة القدس في حرس الثورة الايرانية الجنرال اسماعيل قآني ان اياما عصيبة تنتظر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في الفترة المقبلة في ظل الانهاك الذي يشهده الجيش الامريكي واصفا عتاده بانه بات حديدا مهترئا قآني قال ان ما حدث للسفينة الامريكية في ساندييغو هو نتيجة العمل والسلوك والجرائم التي ارتكبتها امريكا وفي خطاب بدى واضحا وعقلانيا امام مواقف ترامب المثقلة بالعنصرية ضد العالم كله بما فيه الداخل الامريكي بين العنصرية والتهور وبين الواقعية والوضوح تبين التصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقائد قوة القدس في حرس الثورة العميد اسماعيل قآني الرئيس الامريكي دونالد ترامب شن هجوما لاذعا على الصين واوروبا وعلى منافسه في الانتخابات الامريكية جو بايدن اتهم الصين بنهب الولايات المتحدة وشدد على انه سيتخذ المزيد من الاجراءات لمنع الاستثمار في الشركة العسكرية الصينية معاودا وصفة فيروس كورونا بالفيروس الصينية فيما اكد ان الولايات المتحدة في منافسة اقتصادية مع الصين واوروبا التي لم تعاملها بانصاف ترامب هاجم المهاجرين ايضا مؤكدا انه سيوقع اجراء خاص بالهجرة متهما بايدن بمنح المهاجرين امتيازات اكبر من الامريكيين كما قال ان الولايات المتحدة لا تريد اشخاص ليفجروا مدنها ويدمرها امام كلام ترامب كان قاني اكثر وضوحا وواقعيا قال ان ما حدث لحاملة الطائرات الامريكية هو نتيجة لجرائم امريكا مشددا على انه يجب على الامريكيين ان لا يتهم الاخرين بما حدث للسفينة لانه نتيجة اعمالهم واضف قاني ان الجيش الامريكي منهك وتحولت تجهيزاته العسكرية الى قطع مهترئة مشددا على ان هناك اياما وحوادث عصيبة تنتظر الولايات المتحدة والكيانة الصهيونية اكدت مصادر الميادين ان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيكون في زيارة خارجية خلال الاسبوع المقبل تشمل الرياضة وطهران على صعيد اخر اكد مستشار الامن الوطني العراقي الجديد قاسم الاعرج للميادين ان المستشارية سيكون لها دور رئيسي في الحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي نؤكد على استمرار العلاقات الطيبة مع الجميع والعمل على حل كل المشكلات بتقديم المشور الصحيح لاجاد الحلول بالتأكيد الموضوع الحوار الاستراتيجي للعراق الامريكي سيكون لنا دور رئيسي في هذا الموضوع بما يحقق استقلال العراق وجدولة الانسحاب الامريكي وهذا مطلب عراقي لا نتقاطع مع احد لا نريد ان ندخل في مشاكسات مع اي دولة ولكن نريد ان تكون علاقات طيبة واجابية مع الجميع بما يحفظ استقلال العراق وعدم المساس بسيادته واستقلاله وابدى الاعرج للميادين تفاؤله واطمئنانه بان دول المنطقة ستتعامل باجابية مع بغداد لاجاد حلول للمشاكل الامنية مؤكدا اهمية الدور العراقي العراق له دور جغرافي مهم ومحترم من قبل دول المنطقة من خلال اللقاءات والحوارات والاجتماعات والتواصل مع دول المنطقة أنا مطمئن ومتفائل بان الجميع سيتعامل باجابية مع العراق لاجاد الحلول للمشاكل الموجودة اعلنت هيئة الحجد الشعبي عن قتل ما يسمى مسؤول العبرة لتنظيم داعش في محافظة ديالة بيان للحجد الشعبي أوضح أنه تم قتل المدعو محمود قرداش البيات من ناحية المنصرية وأكد البيان أن ملاحقة الإرهابيين مستمرة في مناطق سنسل التابعة لقضاء المقدادية في محافظة ديالة إلى الشأن اللبناني حيث أفادت مصادر حكومية لبنانية الميادين بأن الحكومة تبلغت من دول عديدة مشاركة في قوات اليونيفل أنها لن تخفض عديد قواتها وبحسب هذه المصادر فأن هذه الدول أكدت كذلك عدم تخفيض الموازنة المخصصة لدعم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان ومن بيروت ينضم إلينا مرسل ميادين عباس الصباغ مساء الخير عباس ما أمية هذه التطمنات التي أعطتها هذه الدول في ظل الضغوط التي مورست وقيل أن هناك ضغوطات تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تمويل قوات اليونيفل في جنوب لبنان نعم مساء الخير وفى لك ولمشاهدي الميادين بطبيعة الحال هذه التطمنات تأتي بعد ساعات من إعلان الخارجية الأمريكية بأن واشنطن ستعيد النظر في الآلية الترقائية للتمديد لقوات اليونيفل في جنوب لبنان التي تعمل في لبنان وفق القرار 17-01 الذي يقرر في الثاني عشر من أبو أغوصص عام 2006 بطبيعة الحال تغيير قواعد الاشتباك أو تغيير مهام قوات اليونيفل هو مطلب إسرائيلي تقليدي كل عام تحاول الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن أن تضغط باتجاه تعديل هذه القواعد الاشتباك لكن يبدو بأن هناك أكثر من دولة فاعلة في مجلس الأمن لا تمشي وفق رغبات واشنطن بطبيعة الحال الموقف الرسمي اللبناني هو الالتزام بالقرار 17-01 علما أن هناك ألاف الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار منذ بدء سريان تنفيذه في العام 2006 عقب عدوان تموز يوليو وبالتالي بيلوت تنتظر التمديد لقوات اليونيفل في أواخر أب أغسطس المقبل ومن دون أي تغيير على قواعد الاشتباك ما المراد الأهداف التي يراد تحقيقها بالنسبة للأمريكي من خلال الضغط بعد الورقة الاقتصادية الآن من باب اليونيفل خصوصا وأنه يحاول بشكل أو بآخر أن يستهدف المقامة اللبنانية عباس ومن خلفها الحكومة اليوم وفا كنا في لقاء مع وزيرة الدفاع اللبناني سألناها عما إذا كان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي جنرال ماكنزي قد أتار قضية اليونيفل فأكدت بأنه لم يتر هذه القضية لأنها تتعلق بعمل الخارجية الأمريكية يعني ما يراد في الجنوب اللبناني وهو ما علنته إسرائيل مرارا وتكرارا بأن تكون لليونيفل صلاحيات أكثر بمعنى تريد تحويل اليونيفل إلى قوات بين مزدوجين قوات مراقبة واحتلال إن صح التعبير اليونيفل تعمل بالتنصيق مع الجيش اللبناني لا تقوم بأي دورية من دون التنصيق المسبق مع الجيش اللبناني الذي يواكب هذه الدوريات في المناطق اللبنانية طبعا هناك خصوصيات للقرى والبلدات اللبنانية أكثر من مرة حدثت بعض الإشكالات بين قوات اليونيفل وسكان بلدات حدودية جنوبية نتيجة تجاوز الصلاحيات المعطاة لليونيفل وبالتالي إسرائيل دائما تتحدث وتنشر خرائط عن ما تسميها بأنها معامل أو مواقع لوجود الصواريخ الدقيقة وتريد من اليونيفل أن تكون الشرطي الذي يحمي أمن الأراضي المحتلة وبالتالي تخرج عن مهام المناطق المجلسان بينما إسرائيل تخرج يوميا في البرد والبحر والجو السيادة اللبنانية ولا نرى أي خطوات عملية من المجلسان بيروت مع قوات اليونيفل ضمن القرار 17-01 وطبعا هناك مسألة وصلت الفكرة زميل عباس الصباغ كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت شكرا جزيلا لك ونبقى في لبنان حيث تصدى المندوب اللبناني في مجلس حقوق الإنسان أو في الشأن اللبناني أحمد سويدان لمندوب إسرائيل خلال جلسة مخصصة لسوريا المندوب الإسرائيلي وصف حزب الله بالمنظمة الإرهابية فأرد الدبلوماسي اللبناني بأن إسرائيل هي التي مارست وتمارس الإرهاب وأن لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته وعلى رأسهم حزب الله تصدوا للإرهاب الإسرائيلي تأخذ وفد بلاد حق الرد على الادعاءات الإرهابية للقوى القائمة بالاحتلال والتي تجيء للمصادفة التاريخية في ذكرى عدوانها المدمر على بلادي في تموز العام 2006 العدوان الذي شكل انتهاكا سافرا وخطيرا للقانون الدولي وارتكبت خلاله هذه القوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقيت للأسف بلا محاسبة هذا العدوان تصدى له لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته وعلى رأسها حزب الله اللبناني حزب الله اللبناني المقاومة التي ولدت من معاناة اللبنانيين من الاعتداءات المستمرة لهذه القوى وجرائمها واحتلالها الطويل للأراضي اللبنانية والذي ما زال مستمرا في منطقة مزارع شبعة المقاومة التي ستبقى تدافع حتى تحرير كامل الأرض اللبنانية وحماية حقوق لبنان الاقتصادية من النفط والغاز في البحر المتوسط والتي تسرقها هذه القوة تسرقها هذه القوة كما سرقت حقوق الشعوب العربية على مدى احتلالها اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين بعدما حاولوا اقتحام الحواجز التي وضعتها أمام مقار رئيس الحكومة المتظاهرون طالبوا بنيمينة نيهو بالاستقالة وباعتزال الحياة السياسية القراءة لجراسيا بيطار الخبر في الأراضي المحتلة هذه المرة ليس عن ظلم المحتل بحق الفلسطينيين وهو خبر يومي بل عن ظلمه بحق ناسه فقد تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر رئاسة الوزراء في شارع بلفور بمدينة القدس المحتلة مطالبين رئيس الحكومة بنيمين نيهو بالاستقالة على خلفية التهم المتعلقة بالفساد وإخفاق حكومته في احتواء التبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا أنا أعمل في مجال التكنولوجيا وقد استقلت من عملي لأنني قررت أن أكرس نفسي لتصحيح القطأ في هذا البلد وهذا الخطأ هو رئيس وزرائنا وأن هنا لا أتحدث عن مزاعمة بل عن أن كل شيء ينهار بسبب هذا الرجل الذي هو مدير فاشل حكومة نيتنياهو تتعرض لكثير من الانتقادات بسبب عدم الإيفاء بوعودها لإنعاش الاقتصاد ويقول أحد منصق التظاهرات إن الهدف هو أن يعود نيتنياهو إلى المنزل لأن معظم مواليد عام 96 لم يختبر وجود رئيس وزراء محترم يفكر في الناس على مقال اذهب إلى الجحيم أخرج يا عفريت رأس مال سلطة عالم سفلي هي من الهتافات التي صدح بها المتظاهرون الذين اعتقلت الشرطة عددا منهم وقمعتهم الشرطة توقف المحتاجين بعنف من دون أسباب معقولة تراجع كبير في شعبية نيتنياهو وحزب الليكود سجلته استطلاعات الرأي بحسب صحيفة معارف الإسرائيلية نيتنياهو نفسه الذي تمكن قيصريا من تأليف حكومته في أيار مايو الماضي وهي لم تكمل بعد يومها المئة السابعة مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل بومبيو يقول أن واشنطن لن تسمح للاتفاقية التجارية مع الصين بتهديد أمنها القومي من جديد أهلا بكم نستأنف السابعة من التوتر بين أرمينيا وأذربيجان وقد دخلت على خطه تركيا حيث قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن بلاده لن تتردد أبدا في التصدي للهجوم على حقوق وأراضي أذربيجان إردوغان أكد أن من واجب تركيا بذل أقصى جهودها عبر علاقاتها السياسية والديبلوماسية والاجتماعية في المنطقة والعالم لدعم أذربيجان التي تربطها بتركيا علاقة أخوة وصداقة قديمة هذا ونشرت وزارة الدفاع الأرمينية فيديو يظهر ضربات جوية نفذها سلاح الجو ضد مواقع أذربيجانية شمال شرق البلاد على الحدود مع أذربيجان وكانت وزارتاء الدفاع في أذربيجان وأرمينيا أعلنت سقوط عدد من الجنود بين قتيل وجريح في اشتباكات وقعت عند الحدود بين البلدين فيما يتهم كل منهما الآخر بالتعدي على أراضيه إلى سوريا حيث يشارك رجال الأعمال بحملات انتخابية لافتة للوصول إلى مجلس الشعب السوري هذه المشاركة تلاق انتقادات شعبية لضعف حضورهم في الدفاع عن الشرائح الفقيرة فيما يراها قطاع الأعمال ضرورية لصنع القرار الاقتصادي حضور تقليدي لرجال الأعمال في السباق إلى مجلس الشعب السوري تكتظ الساحات والشوارع بصور ويافطات لعشرات المرشحين منهم مشهد يتكرر في كل دورة انتخابية لكنه يقابل اليوم بردود فعل شعبية منتقدة ما حدا همه شعب ولا حدا همه شو عمنا أكل ولا حدا همه شو عم نشرب ولا حدا همه كيف عم نعيش ما عم نسيق بحدا أبدا 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 فأنا برأيي الخاص بالمختصر اللي بيجرب لمجرب بيكون عقلهم خرر مين عمل الشيحة لو بدون فائد مين عم يستفيد الشعب شو عم يستفيد ما عم يستفيد أنا شعب ما عم يستفيد شيء ملاحظات أخرى يبلورها الاقتصاصيون مشيرين إلى عوامل الحصانة والوجاهة التي يسعى كثير من المرشحين إليها يسعون وينفقون ببالغ طائلة فقط فقط للوصول إلى مجلس الشعب لتحقيق مصالحهم الخاصة والحصول على هذه الحصانة لم نرى أي مشروع قانون تقدم به أعضاء من فئة التجار ورجال الأعمال والصناعيين لمجلس الشعب يصب في مصلحة المواطن العادي انتقادات يدافع عنها العاملون في قطاع الأعمال انطلاقا من أن الوصول إلى مجلس الشعب واجب وطني حضور يسهم في صياغة القرار الاقتصادي والنهوض بعوامل الانتاج من المؤكد أن وجود رجال الأعمال في مجلس الشعب شغل ذات أهمية كبرى اليوم القرار الاقتصادي والقرار اللي بتعلق بالموضوع الصناعي وغيره من القرارات كثير مهمة وجودهم حتى يحطوا بصمتهم في التشريع وفي صنع القرار وهي المفروض عليهم هي تكون أماني يحملوها لا يتجاوز عدد رجال الأعمال الخمسة عشر شخصا في مجلس الشعب الحالي انتزعوا مقاعدهم من بين 67 نائبا مستقلا فيما ذهبت المقاعد المتبقية لممثلي أحزاب الجبهة الوطنية عدديا لا يشكل ممثلو قطاع الأعمال سوى حصة ضئيلة للغاية ضمن السلطة التشريعية السورية لكنه حضور تحت المجهر الشعبي المراقبي لكل سلوك اقتصادي لا يصب في إطار تخفيف حدة الضائقة المعيشية الصعبة خصوصا خلال الأشهر الأخيرة محمد الخضر دمشق الميادين والآن ينضم إلينا من دمشق نائب رئيس اتحاد الصحافيين الأستاذ مصطفى المقداد مساء الخير أستاذ المقداد قبل أن أبدأ بالحديث يمكن عن دور رجال الأعمال وانخراطهم بهذه الانتخابات نتحدث بداية عن أهمية إجراء هذا الاستحقاق الدستوري في ظل الحرب السياسية وكذلك الاقتصادية المستمرة على سوريا مجرد إجراء هكذا استحقاق يدل على قوة ومتانة وقدرة سوريا على الصمود على مدى أكثر من تسع سنوات مرة ليست الانتخابات مجلس الشعب وحدها الانتخابات التشريعية هي التي تعكس هذه الحال كل الاستحقاقات الدستورية كل الانتخابات كل التعيينات في مؤسسات الدولة المختلفة انتخابات بدءا من الإدارة المحلية وعلى مستوى أصغر البلديات في سوريا وصولا إلى الانتخابات البلدية العامة ومجالس المحافظات مرورا بمجلس الشعب لدورتين دورة الثانية والأولى خلال استعار وار الحرب على سوريا مرورا باستحقاق أكبر والانتخابات لمنصب رئاسة الجمهورية عام 2014 هذا الحال هي رسالة موجهة من جانب وطني لمن اعتدى على سوريا ولقوى البغي والعدوان التي تمارس حربها على سوريا بأنه رغم كل هذه الأمور ما زالت هذه الاستحقاقات مصمم أن تجرى في أوقاتها وفي استحقاقات وفي مواعدها كان يفترض هذه الانتخابات أن تجري في نيسان الماضي لأن ظروف انتشار فيروس كورونا هو الذي أجلها لكن اليوم على الرغم من كل هذا الشيء نرى سوريا كدولة سوريا كوطن بالعموم قادرة على امتلاك عناصر القوى الأساسية التي تبقيها دولة حاضرة قادرة على ممارسة كامل واجباتها كدولة تجاه مواطنيها في أحلاك وأصعب الظروف هذه بالدلالات والرسائل للخارج سيد مصطفى ولكن بصفتك نائب رئيس اتحاد السحفيين كيف تقيم الآن الحملات الانتخابية لسيما شاهدنا ليس فقط في هذا التقرير للزميل محمد الخضر هناك نوع من الانتقادات امتعاض لدى المواطن السوري بأن مجالس نواب الشعب السابقة لم تقدم أي جديد لم تحمل هم المواطن السوري إلى داخل البرلمان والدليل ما جرى بالحكومة السورية الأخيرة لم يكن هناك نوع من المساءلة إلى حين أتى القرار السياسي الواضح بإقالة هذه الحكومة نعم الصورة بالعموم نظرة المواطن السوري على مدى الثلاثين سنة الأخيرة وربما أكثر بالنسبة لمجلس الشعب في مختلف دوراته لم تكن تحظى بالرضى المطلوب عموما باستمرار كان هناك انتقادات توجه إلى مجالس الشعب المتسلسلة والمتتابعة وربما أنا في ثمانينيات القرن الماضي سألت أحد أساتذتي بالجامعة رئيس جامعة دمشق فيما سبق عن الدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشعب وقدرتهم على الفاعلية في صوغ القوانين ومراقبة أداء الحكومة كان رأيه وهو استاذ الدكتور مصطفى حداد رئيس جامعة دمشق الأسبق رحمه الله قال لي بالحرف الواحد أنه باستمرار وهو كان عضوا في مجلس الشعب لأكثر من دورة وكان عضوا في المجلس الذي تم تعيينه في 1971 لصياغة دستور دائم دستور 1973 في سوريا قال أنه الدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشعب هو كان في تراجع مستمر فالحالة وكان ربما المجلس الذي تم اختياره اختيار وهذا الكلام بعيد يمكن من حيث الشكل عن الشكل الديمقراطي المطلوب إلا أنه كان الأكثر فاعلية لأنه أتى بمختصين ومهنيين واختصاصيين في كل الجوانب وضعوا وقتها الأسس لسوريا ما بعد 1970 عموما اليوم هذه الشكوى وهذه الحال والتوصيف لمجلس الشعب تأخذ الانتقادات عموما تأخذ صورة ترتبط بالمستجدات على الأرض ترتبط بمواجهة الإرهاب أولا والحالة التي يعيشها السوريون جراء هذه الحرب ترتبط بحالة الحصار المفروضة من الخارج وعدم قدرة الحكومة على الاستجابة لهذه الضغوط وعدم مبادرتها في الأصل وتحسبها المسبق الذي يجب أن يكون مسبق لهكذا احتمالات وخاصة وأن هذه التهديدات مسبقة ومعلومة ومواعدها محددة مسبقا بمعنى أن الحكومة عموما لم تتخذ إجراءات احترازية مسبقة يمكن أن تحد من هذه التأثيرات إضافة العامل اليوم الذي يلقي ثقل على سوريا وغيرها يمكن فيروس كورونا واليوم حالة التصاعد في انتشار حالات الإصابة عكس ما كان يتوقع أو ما كان يتحدث عنه وهذا يمكن ما دفعت القيادة السورية إلى تأجيل الانتخابات هذه التشعية عن موعدها مرتين أستاذ مصطفى فقط اسمح لي أستاذ مصطفى نحن والمشاهدين لنتعرف أكثر ونحن نتحدث عن أهمية هذه الحياة السياسية الحفاظ على الحياة الدستورية برغم يمكن الانتقادات الداخلية للمواطن السوري المتعلقة بالهم المعيشي بشكل خاص ودور هنا رجال الأعمال لابد من العودة والتطرق إليه ولكن نحن نتحدث عن دور بارز والمحافظة على هذه الحياة السياسية ودور المؤسسات فمنذ عام 2012 تشارك الأحزاب السورية المرخصة بالانتخابات البرلمانية التفاصيل سيطلعنا عليها الزميل علي مرتضة أهلا بكم عام 2012 قرى مجلس الشعب السوري قانون للأحزاب يضع الأسس التشريعية والقانونية للحياة السياسية والتعددية الحزبية في البلاد وصولا إلى تفعيل الحراك السياسي وتفعيل المشاركة الحزبية في إدارة الدولة القانون اشترط لتأسيس أي حزب الالتزام بأحكام الدستور وسيادة القانون ضرورة الحفاظ على وحدة الوطن الإعلان عن مبادئ الحزب ومصادر تمويله وعدم قيام أي حزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي القانون منع الأحزاب من إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو اللجوء إلى استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه في منتصف تموز يوليو عام 2012 وقعت أول انتخابات برلمانية سورية في ظل القانون الجديد وشاركت في الانتخاب ثمانية أحزاب سورية جديدة رغم اشتداد الحرب على سوريا توالت بعدها انتخابات عام 2012 انتخابات في عام 2016 وتوالت الترخيصات للأحزاب السورية حتى تخطى عددها العشرين حزبا مرخصا اليوم حيث تتحضر هذه الأحزاب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية السورية المقبلة أستاذ مصطفى ونحن نتحدث عن الدور الأساسي المهام المنوطة لمجلس النواب الشعب أو مجلس الشعب هنا يطرح التساؤل الأبرز يعني أرجيت انتخابات عام 2012 عفوا وعام 2016 لم تحدث التغييرات الجوهرية برغم دخول هذه الأحزاب الجديدة مع تعديل الدستور عام 2012 ما المختلف يمكن بهذه الانتخابات هل يمكن أن تأتي بجديد بمشاركة حزبية وطيف واسع أكثر يحرك هذه العملية والحياة السياسية طيب خلينا يعني بالبداية نحكي بنقطة هامة جدا أنه ما هو الدور المنوط أصلا بمجلس الشعب ما هو الدور المنوط بالسلطة التشريعية المطلوب هو سن القوانين وهذا الدور يمكن مورس بشكل واسع جدا يمكن أنا إذا بدي أستعرض حاليا ما تم خلال الدور الثاني من إقرار لقوانين ومناقشات سواء من تعديل قانون الأحوال الشخصية أو الدخول حتى في قوانين ضابط البناء وصولا إلى تحديد مهام إدارية في الدولة كتحديد مواصفات معاوني الوزراء وصولا لنقطة يمكن المواطن السوري هلأ يضحك أو غير أنه يمكن أن يناقش مجلس الشعب وهذا دوره الطبيعي قانون مشاركة سوريا ودورها في الانضمام إلى معاهدة بيئية كمعاهدة باريس للحفاظ على البيئة بتصور بذكر في قانون حتى ضمن هذا المجال تم مناقشته قانون خدمة العالم عشرات القوانين ممكن أنا أتحدث عنها تم نقاشها على مدى السنوات الأربعة الماضية واللي قبلها هذا من الدور الدور الثاني المطلوب من مجلس الشعب هو محاسبة الحكومة ومتابعة أعمالها ومراقبة هذه الأعمال دور الرقابي وهو هذا الدور اللي بيعكس حقيقة قدرة مجلس الشعب على الفاعلية وللأسف هذا الدور يكاد يكون مغيم على الرغم من أن المناقشات تحت القبة كانت تأخذ مستوى عالي من النقاش ومستوى عالي من الهجوم على الحكومة عموما وعدد يمكن من أعضاء مجلس الشعب طالبوا بحجب الثقة عن وزير أو حجب الثقة عن الحكومة كان هذا الأمر بتم لكن الآليات الموجودة قد لا تسمح مقد هي لا تسمح فعلا بإجراء بالقيام بمثل هذه النشاطات بشكل عام وتحويلها إلى فعل حقيقي الشيء الثاني اللي أنا بدي أحكيه خليني أحكيها أنا جاي إلها الشيء الثاني أن المواطن في المراقب عموما يرى ويعتقد هناك تصوير ودفع باتجاه التصويب على مجلس الشعب بأنه المسؤول عن سبب معاناة المواطن السوري وهذا الكلام بعيد أبعد ما يكون عن الصحة عمل الجهاز التنفيذي والحكومة عموما والمؤسسات يعني هو السبب الأساس أو أحد من الأهم الأسباب في تردي الحالة المعاشية التي يعيشها المواطن المطلوب من مجلس الشعب أن يتابع ويراقب ويدفع ويحاسب ويقيل الحكومة على أعمالها لكن العمل المباشر المرتبط بحياة المواطن هو بسلطة تنفيذية وليس بالسلطة التشريعية ولكن بما أنك بالضبط لأننا نتحدث عن مهام مجلس الشعب والنقاط التي أشرت إليها هذه المهام مهمة جدا التي من بينها المحاسبة والمسائلة سن القوانين وأيضا نحن نتحدث عن أعضاء ونواب مجلس الشعب شاركوا في محادثات أستانا كانوا يعبرون عن وجهة النظر للسياسة السورية بطبيعة الحال وحتى في الجنة الدستورية في جنيف ليس في أستانا وفي سوتي وفي غير يعني كل المباحثات الجنة السياسية التي توصل إلى حل سياسي للأزمة والتي بحثت لإيصال هذا الحل السياسي تمثيل الدولة السورية ولكن أريد منك بشق مهم يمكن يهم المواطن السوري أستاذ مصطفى وأنت على اتصال مباشر مع المواطنين وتعلم وأيضا بصفتك صحفي تنقل هموم الناس أن نتحدث عن انتعاض أنه دائما رجل الأعمال هو لا يفصل بين الدور الذي يقوم به كرجل أعمال خارج المجلس وداخل المجلس في حين هناك مقاربة أخرى أنا أتحدث مثلا عن مشاركة رجال الأعمال التي طرحها زميل محمد الخضر بينما هناك مقاربة أخرى لا أنه قد يكون أو قد يكسر جدار الحواجز الاقتصادية الضائقة الاقتصادية أو يأتي بحلول معينة ما هي برأيك المقاربة الصحيحة الآن في ظل هذه الانتقادات المشاركة التقليدية لرجال الأعمال بمجلس الشعب أو بالانتخابات هذه النقطة باعتقادي تحتاج الكثير من الوقوف عنها للأسف لدي أقل من دقيقتين دقيقة واحدة يمكن يمكن بحاجة لكثير من الخوض فيها وأتمنى على الميادين أنه فعلا تركز على هذه النقطة بندوة ممكن تكون أكثر فائدة لا شك رجال الأعمال السوريين المطلوب منهم والمأمول من المواطن السوري أن تكون ركتهم أكثر فاعلية بأعمالهم في مؤسساتهم الانتاجية والاقتصادية وحتى الخدمية تنعكس على عمل السوريين وعلى إشراكهم وعلى رفع مستوى معيشتهم لكن هذا الأمر يمكن لما نطلب أمد التاجر وحده أن يكون لديه الدافع لكي يقدم للمواطن خدمة نكون مخطئين في الحكم السياسي عموما الواجب أن يكون هناك آلية عمل تنظم عمل وأداء الرجال الأعمال عموما والمؤسسات تدفعهم نحو الاشتراك الفعلي والمشاركة الحقيقية في الاقتصاد وفي الإنتاج بما ينعكس فائدة يلمسها المواطن بشكل عام أما أن يحس أنه اليوم رجل الأعمال يقترب منه ويحاول أن يقيم الولائم وربما يوزع بعض المساعدات ويستخدم المال السياسي نعم هذا هو الحال هذا الأمر باعتقادي مرتبط بمنظومة أكبر هي من يجب أن تجبر هذا التاجر أو رجل الأعمال عموما ومن هذا الباب هناك أمل لدى المواطن السوري أستاذ بمصطفى خصوصا أنه بدأت الإجراءات العملية بمكافحة الفساد ونحن نتحدث عن رجل الأعمال معينين شكرا جزيلا للأسف انتهى الوقت أستاذ مصطفى العقاد نائب رئيس الاتحاد الصحفيين كنت معنا من دي المقداد عفوا المقداد شكرا شكرا عفوا على الخطأ خليك تسلم قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن لن تسمح للعلاقات التجارية مع الصين بأن تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي بومبيو الذي تحدث غداة فرض الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على الصين قال إن المحادثات مع بكين تغيرت عما كانت عليه منذ عقود إلى ذلك استدعت الخارجية الصينية السفير الأمريكي في بكين على خلفية العقوبات المرتبطة بهونغ كونغ وكانت الخارجية الصينية أعلنت في وقت سابق أنها ستفرض عقوبات على كينات وأفراد أمريكيين وأعرب بيان الخارجية عن معارضته الإجراء الأمريكي الأخير وحث واشنطن على التوقف عن التدخل في شؤون بكين الداخلية بعيدا من المعاناة التي يسببها تفشي فيروس كورونا في ظل موجة ثانية تبدو حادة نخطب بخبر يحمل كثيرا من الأمل من الأرجنتين هذه المرة حيث تمكنت مصنة تجاوز عمرها مئة عام من هزيمة الفيروس وشفاء منه وخرجت المرأة على كرسي متحرك من المستشفى محاطة بالطاقم الطبي الذي صفق تحية لها على أمل أن نشفى نهائيا من هذا الفيروس وتذكير بأبرز عنوين السابعة ارتفاع حصلت ضحايا مجزرة التحالف السعودي الجديدة في اليمن إلى 25 شهيدا بينهم أطفال ونساء مصادر الميادين تؤكد تقديم رئيس الحكومة تونسية لياسل فخفاخ استقالته للرئيس قيس سعيد خمس سنوات على الاتفاق النووي تهران تؤكد أنها لن تردخل الغطرسة الأمريكية وتحذر من عدم إنهاء الحضر على تصدير الأسلحة مصادر لبنانية حكومية للميادين الحكومة تبلغت من دول عديدة مشاركة في اليونفل عدم نيتها خفض عديد قواتها إردوغان يحذر أرمينيا من أن تركيا لن تتردد في التصدي للهجوم على أذربيجان وكان في السابعة في خضم الموجة الثانية لكورونا مسنة أرجنتينية تتجاوز المئة عام تتغلب على الفيروس ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية السابعة انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة